السلام عليكم ورحمة الله تعالى اشهد على محمد رسم الله اشهد عن محمد رسم الله اشهد عن محمد رسم الله حيا على الصلاة حيا على الملاة حيا على الصلاة حيا على الصلاة الله هو أكثر لا إله إلا إلا الله إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود لله ونشهر لأنفسنا والسيئات أعمالنا من يهدي له فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد له ولي المرشدة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا سيدنا ونبينا وإمامنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليه بلغ رسالك وأدت أمالك ونصح الأمة وأزال عنها الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزل عنها إلا هارك وأصلي وأسلل وأبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله صلاة دائمة قائمة إلى يومين وبعد أخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته وأحذركم ونفسي من عسيان الله عز وتل ومخالفة أمره وأيام ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يا عمار بيوت الرحمن يا من يباهي بكم ربكم الملائكة الكرام وأنتم تملؤون المساجد في الأمن والإيمان وتقبلون على الله نبارك وتعالى إن جرل من هذه الدنيا الفالية هذه الدنيا التي لو كانت تعفر عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سكر منها كافرة شرمتما هذه الدنيا كراكب استضل في ضل شجرة ثم اعتحل نعم هذه الدنيا التي نعيش فيها وهذه الحياة التي نمضي ما نمضي فيها هي أيام وساعات ودقائر إما أن تكون لنا أو علينا فإن كانت لنا فنعمل حياة حياتنا وإن كانت علينا فنسأل الله أن يعيننا وأن يهدينا وأن يغيروا واقعنا بما يحبه ويرضاه ما أجمل يا أخوة الإيمان ما أجمل أمة الإسلام حينما تطبق شرع الله فأول أمس جاء الزائرون غسر إسباني من إسبانيا إلى مدينة جينين وهو يعمل مهندسا فدخل إلى المسجل الكبير لأنظر إليه فانبهر ما فيه من تصميم قديم مئات السنين مضت عليه هذا الكلام ظهرا عصرا مقربا عشاءا دخل في الإسلام أعلن إسلامه عندما رأى المسلمين بكلمة يا الله أكبر يجتمعون ولدد الشهادتين عندما رآهم قال الله أكبر يصطفون ويرتعون ويلفدون ويربه يسبحون ويمجدون بسلوك بسيط وبأمر بسيط في مجتمعنا الكل منا لا يرضى عن سلوكه فالكل منا لا يرضى عن وقعنا الإسلامي في هذا الزمان أقصينا كتاب الله جانبا نأخذ من كتاب الله ما يتناسب مع احتياجاتنا ننظر إلى بنات المسلمين فنرى أنهن كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمة مخت المائلة إنهن من العنات المطولات من رحمة الله ننظر إلى أسواقنا فنجد أن الحرام قد انتشر فيها ومع ذلك هذا الرجل النصراني الإسباني عندما رأى المسلمين يكبرون بنفس الوحظة وبنفس الوقت ويركعون ويرفعون ويرسلون دخل في دين الله فتخيلوا لو أن أمة الإسلام ضبكت إسلامها وانتزمت دينها وسارت عليها في نبيها فلن يبكى على وده الأرض أي إنسان إلا وقد دخل في دين الله درسنا يا ساديدة التاريخ وقرأنا في كتب التاريخ أن شرك آسيا دخلوا في الإسلام بالمعاملة بصدق التجارة بالإخلاص بالعمل بالأمان بالتسامي بالتسامح بتعليم الناس على الدين فلم يرفعوا سيح ولم تقتلوا مقتدوا دم بل دخلوا في دين الله أقواجا ماليسيا وما جاء ورها من بلاد باكستان الهب هذه بلاد دخلت في دين الله قديما بالمعاملة بالسلوك الحسن فما أحوجنا في زماننا ونحن نعرف الحق من الباطل ويسهل علينا أن نعود إلى ربنا وأن نتمسك بديننا وأن نحاسب أنفزنا قبل أن يحاسبنا الله وأن نزل أعمالنا قبل أن توزن أن نرجع إلى دين الله وأن نتمسك بهدي رسول الله ونعلم بأن لنا ربا غفورا رحيما بأن هذا الرب يغفر ذنوبه ولو كانت مثل زمن البحر بأن هذا الرب يغفر التوبة من عباده فهو غافر ذنب وقابل التوب شهيد العقاب نعم لو عدنا إلى ديننا عدنا إلى قرآننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام لو وجدنا أن بركات السماء قد تنزلت علينا وأن بركات الأرض قد خرجت إلينا فذاك صحابهم يقول عنه عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات فعندما زاره صحابه وباد في البيت وجد أنه يبيت ويصلي كما يصلي الناس ولكنه لا يمكي في قلبه ضغية على مسلم لا يمكي في قلبه حكدا على المسلم نقاوي قلوب وصفراء النفوس مع دوبة إلى الله وعنابة وعربة عميدة إلى شرع الله ودين الله فإن أحوالنا وإن أمورنا وموقعنا ليتغيرنا إلى العضل فما أحوالنا يومة الإسلام أن نرجع إلى كتاب الله ألم نقراكم الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي ما حجرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم جوزة نعم إن أمة الإسلام في جمالنا تركت دين الله من أقصى مشاركها إلى أقصى مغاربها ومن شمالها إلى جنوبها أصبح الإسلام قولا لا فعلا دين الدولته هو الإسلام ولكن الإسلام لا يطبق على الواقع في دولنا في شوالعنا في ميوتنا في حياتنا الدين هو الإسلام ولكن السلوك لا علاقة له من الإسلام فإذا أردنا أن يرتفع عنا البلاء والعناة فلنرجع إلى هذا الإسلام انظروا يا أخوة الإيمان إلى ما يسمى بالربيع أو الخريف أو الصيف أو الشتاء العربي ماذا عمل بأمتنا وبشعوبنا انظروا لأهلنا في سوريا عندما أقصى الإسلام جانبا ماذا فعلوا من مخيم اليوم وما ذا فعلوا من مخيم النيرا وما ذا فعلوا بشايا المخيمات الكوليستينية هنا في العرب عندما سكت المرحوم صدام ما ذا فعلوا من مخيماتنا وتهلنا هنا لأنه لدينا لهم ولو كان لهم دين الإسلام لحافظوا على أهلنا وإخوةنا لأنهم آمانة في بلاد عربية الإسلامية ولكن الأمة الإسلامية حينما تركت دينها وتركت كتابها وتسطورها وأصبحت تتبسك بالقشور أصبحت لا تمثل شيئا في حياة الأمم ولا تساوي شيئا عند ربها تنديها العرب كانوا وعاه العرب كانوا حفاه العرب كانوا عالة الحفاة العراة العالة نعم هكذا كنا من غير الإسلام فعندما جاء الإسلام دانت لنا الشرق والغرب والشمال والجنوب دانت لنا الخرس والرهوم وأصبحوا معنا بدين الله وعندما تركنا دين الله أصبح شرق ووسط جديد أصبح شرق ووسط أمريكي بلكات جديدة والأمة تفزر وتمسك الأمة تحارب وتحاصر لما قد إلى أهلنا بمخيم يرهوم لا لشيء إلى أن أمكان ربنا الله لأنهم يدينون بديلكم ويؤمنون بربكم ويتمسكون تعقلتكم فقدلوا وذبحوا كتل مئات الأطفال كتل آلاق الرجال والنساء من أهلنا عندما حاربنا اليهود كلهم أعداؤنا وأعداؤ ديننا ولكن سوريا على ماذا تحاربنا على ماذا تكتلنا على ماذا تذبحنا تطردنا من بيوتنا على ماذا من أجل ماذا يفرغون مخيم يرموك من أهله وتركانه من أجل من؟ من أجل مصالح الدنيوية من أجل مصالح فياضية وحزبية من أجل ناس زعموا أنهم بديلنا يدينون ولكن والله ربنا لا يعبدون فلو عبدوا ربنا ودادوا بديننا وتبسكوا بقرآننا لعلموا بأن المؤمنين يا إخوة وأعلموا أن أخوتهم من الفلسطينيين في سوريا هم أمانة في أعنافهم يجب عليهم أن يساعدوهم في العودة إلى أوطانهم لا ينبحوهم ويبدلوهم ويحاولوا أن يسلوا لهم بشدة الوسائل ما أحوتنا يا إخوتي بعودة حميدة إلى ربنا وبمحاسبة جادة لأنفسنا وأن نعلم بأن الناس ما خطى وخير الخطى من التوابين ولأنكم لم تخطؤون فتستغفرون نذهب الله بكم وأتبعوا الناس يخطؤون ويستغفرون فيغفر الله وتعالى لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فما أخوزنا يا إخوة الإيمان أن نراجع أنفسنا قبل أن نرجع يا ربنا وأن نحاسب أنفسنا ونرى هل فعلنا الخيرات أم المنكرات فإن فعلنا الخيرات وجهناها ابتغاء مرضات الله وأن يرتكبنا المعاصي أو المنكرات حاسبنا أنفسنا ونجعنا إلى ديننا ورد المظالم إلى أهلها قبل أن يأتي يوم لا يدفع فيه لا أحساب ولا ألساب وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نكون وإياكم مدات المهديين وأن نكون عارفين مجتزمين عائدين لديننا متمسكين بقرآننا مداتين بوحدتنا آمين آمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويا أعوذر أستغفرين أستغفر الله آمين آمين والصلاة والسلام على إعباد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى الإيه وصحاباتي أجمعين وبعد لا أريد أن أطين ولكني أرى يا إخوة بأننا كشعب فلسطيني قد انكسم على ذاته وكسمنا أنفسنا فهوذلك من يسمى بأبناء الدفة الغربية وأبناء أراضي ثماثين وارفعين وقطاع غزة ووطن واحد فرفته السياسة فرفه الاحتلال فرفه الانتساء ما أهوجنا يا إخوتي وما أننا جميعا في هذا الوقت ما من فلسطيني في بلاد الشام من هذه الغرات إلا وفي بيت من بيوت الله وما أننا نتعبد الله ونستغفر الله ونوحد الله يجب علينا كفي الاشتديين أن ننتحق وأن ننهي انكسامنا وأن نعونا جزداً واحداً وكلباً واحداً وأن قوة بعضنا البعض يكفينا دماراً يكفينا انكساماً يكفينا وبالاً يكفينا خزياً وعاراً والله إن انكسامنا هو دمار لنا دمار لنا في بلسطين ودمار لأهلنا خارج بلسطين ولو يلو أن نرجح للتاريخ بل كل منكم يعرفوا ويعرفوا أن كانت قضية بلسطين كانت بالتمانينيات والسبعينيات لها دون ولها أولويات ولها قضون في جميع المجالس والأماكن ولكن بعدما انقسمنا على ذاتنا ومنسقنا بلادنا أصبحت احترام لنا ضعيفاً 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 وأصبحت نظرة الناس إلينا نظرة استغراب واندهاش وتعجب هذا شعب مكذوم ومطلوم ومحروم ينقسم على ذاته من أجل ماذا نصر على فقائل نسامنا أم من أجل كرسي أم منصب أم هدفة أم من أجل تطبيق شرع الله إن كان من أجل تطبيق شرع الله فإننا جميعاً سنقول نحن نحن مع شرع الله وهيا لتحرير حيفاً ويافاً وصفداً وضبرية وقرسين وإن كنا نقول سلاماً أو هدنا فكلمتان سيئاً لا نساوم على بعضنا بعضاً ولا نساوم على بعضنا بعضاً يجب علي أن ننهي قسامنا فوراً وأننا نتحدث عن المحاصصة وأقسم بالله وأن أعلم من رسول الله بأن الذي تبقى بيننا هو كما نصيبك في منظمة النحيين وكم نصيبك في المجلس الوطني الفلسطيني وكم نصيبك في الأجهزة وكم نصيبك في كلا وكلا إن كانت فلسطين غنائمة تكسم فعظم الله أن يكون بالفلسطين وإن كانت فلسطين أرض رسالات والنبوات أرض مباركة من فوق سبع سوارات أرض أسباب من أن تكون في المزاد فيما بيننا فيجب علينا أن ننهي قساماً قد حصل منا وأن نعود إلى ديننا وإلى وحدتنا وأن نسمع بالأمس قبل ثلاثة شركات بأن الرئيس معبود عباس يقول إلى غزة هدنا وسمعنا جميعاً ولا أريد أن ترأسمان إن دخل إلى غزة سيقتل لا أدري كيف نرد وحدة ونرد تكون أو نقول نحن الدين ثم نطلب بكرة انكسام وشفاك بما بيننا إن كنا مسلمين فلنتسامع على جراحاتنا ولنتسامع على هفواتنا ولنرجع يا ربنا ولنبدو الانكسام ولا نتحدث الآن إلا عن انتخابات تشريعية جديدة من خلالها تأخذ الفصائل ما لها مع حقنا نحن أو مع حقنا ليس بفصائلي أن يكون له الدور ففلسطين ليست حكراً على فتح وحماس والجبهة والجهاد وغيرها هذلك فلسطينيون لا يدينيون الأحزاب لهم منحطة في المناصم ولهم منحطة في المركزية وفي كل المراكز الملسطينية وليست فقط حكراً على فصيلي أو خمسة أو سدة يتكاسمونا غنائج نحن لست بغنائج نحن فلسطين أسمى منهم جميعاً أسمى من يساهم أو يثاغل علينا نسأل الله أن يتحد شعبنا وأن نكون يداً واحداً وقلباً واحداً إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها المنا أبو صلّوا عليه تسليموا تسليمات لبك الله تصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما وركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميل مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء أستاذة الحنفاء أبي بكر المؤمر وعثمان وعليم الدوة الصفاء والصحابة والتابعين وتابعيهم وتابعي تابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم نسألوك في هذا اليوم العظيم أن تعز الإسلام والمسلمين اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا اللهم اجعلنا من المجاهدين بمال والنفس والولد اللهم لا نجعل الدنيا كره بنا ولا أبلغ علمنا ورضينا منها بما يسرل عليك مولانا رب العالمين اللهم يا وفرج الهم والغم والكرف فرج جمنا وغمنا وكربنا اللهم اذ معش مننا ووحد كلمتنا اللهم فك أسرى مأسورينا وأحسن خلاصة مزيونينا وتبعى لعصات منا والمذنبين اللهم افرجها من أخوتنا في سوريا اللهم افرجها من المسلمين في سوريا والعراق وأطمانستان ومصر وليبيا وتونس وفي سائل بكاع الأرض اللهم افرجها من المسلمين يا رب العالمين اللهم ردهم إليك ردا جميلة واجعلهم من الممين الصادقين المخلصين اللهم لأمورنا خيارنا والأكبر لأمورنا شرارنا اللهم اغلقوا من أمورنا خيارهم بطائنا صالحة تعينهم على ذكرتها وشكرتها وتطبيق الكتابتها فينا مولانا رب العالمين آمين آمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن فحشاء والمكر والذي هو الوضع والله الأمر تخطون